فنص الاتفاق نصاً صريحاً واضحاً على أنه المادة 23 من الاتفاق السياسي على أن تشكل لجنة مشتركة من مجلس الدولة ومجلس النواب توضع القانون وعلى مجلس النواب أن يصوت على منتجته هذه اللجنة طبعاً الحوار السياسي كان مراحل بعدين في المرحلة اللي بعد هذه في الحوار السياسي بعد خرج بشكل الشبه النهائي يجي يقولنا باي اللجنة هذي كيف تتخذ قراراتها بالاغلبية بالمشعر فيش كده وقالوا لا درنا ملحق في الاتفاق السياسي الملحق هذا ماذا يقول يقول اللجان المذكورة المادة خمسة تقول تأخذ قرارات اللجان المشتركة المذكورة في الاتفاق السياسي بالتوافق يعني ما حدش يجيوا يكذبوا علينا وهم الآن بطريقة والله مجلس الدولة استشاري والقوانين يديرها مجلس النواب وهو السلطة التشريعية أنصاف الحقائق أنصاف الحقائق اللي هي تخرج نوع من الكذب اللي تحاول أن تتوهم الشخص الآخر أو المتلقي أو السامع أنه هو هذا الحقيقة فالقوانين اللي تتعلق بالانتخابات ممكن ترجع الخلف شوية فيها فقرتين أولا نصت هذه القوانين يقول بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب ما معنى هذه الكلمة للأسف الشديد ونحن نحكي بالتفصيل على هذا الأمر كان لنا لقاءا قريبا غير رسمي على السيد عماد السايح قال لا أنا المادة 23 تعنيني منها الجملة الأولى بس بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب إذن مجلس النواب هو السلطة التشريعية وهو بروح يدير القوانين قلنا لهذه فاصلة فاصلة معناها برة تبع لي بعدها مش قاطعة مش نقطة وأول السطر أراه قال لك بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية بمعنى أن مجلس النواب هو الذي يصدر التشريع لكن شن قال بعدها قال يقوم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بتشكيل لجنة مشتركة فيما بينهم بعد انتهاء أعمال الهيئة التأثير كتاب الدستور وتضع القوانين الخاصة بالاستفتاء على الدستور وتضع القوانين الخاصة بالانتخابات وجدت بعدين وعلى مجلس النواب أخذ هذه القوانين التي تتفق عليها اللجنة المشتركة التي شفنا في المادة 5 أنها بالتوافق وجاء بعدها في نفس المادة الفقرة الثانية لا نفس المادة الفقرة الثانية يقول يلتزم يعني بإلزام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق بتعزيز التعاون والتنصيق فيما بينهم فيما يتعلق بالعملية الانتخابية والقوانين وغيرها الآن لا يوجد أي تعاون ولا أي تنصيق ولا أي شيء رغم أن هذا النص واضح بإلزام الأطراف الثلاثة بالتعاون فيما بينها فيما يتعلق بهذه العملية إذن هناك خرق جسيم واضح فاضح للاتفاق السياسي اللي هو زي ما قلنا نصوصها دستورية الاتفاق السياسي هذا ما هو وضعيته من ناحية دولية بعد توقيع الاتفاق السياسي صدر قرار من مجلس الأمن باعتبار الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد الشرعي للعملية السياسية في ليبيا وصدرت بعد ذلك حوالي تسعة وعشر قرارات آخرها قرار تجديد عمل البعثة ينصف أول مواده على الالتزام بالاتفاق السياسي إذن أي سفير أو دولة أو وزير خارجية لأي دولة يجي يتحدث الآن على أن دير انتخابات بهذه القوانين هو في الحقيقة يخالف قرارات مجلس الأمن هذه الأمر لازم يكون واضح بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لما جددوا لها الولاية كانت أول نقطة في تجديد الولاية الالتزام بتطبيق الاتفاق السياسي إذن لا فيه اتفاق سياسي ملتزمين به ولا غيره طبعا الطرف المعتدي دائما على مدنية الدولة نحن المجلس الأعلى الدولة نقوله في كلمة أن فيه طرفين سياسيين وأن المجلس الأعلى للدولة رأوا يا جماعة مش جسم يمثل نفسه فيه تيار مدني لمدنية الدولة يرى فيما يفعله المجلس الأعلى للدولة تعذينا عن هذا التيار وفيه تيار آخر يدعو إلى إسقاط الإعلان الدستوري وعدم احترام القوانين وعسكرة الدولة والاستلاء على السلطة بالقوة ويمثل هذا التيار رأيا غالبا في رئاسة البرلمان لأن البرلمان مختطف اختطافا كاملا من قبل سلطات خارج البلد ترجمة نانسي قنقر